موسيقى يعني وسط موقف دولي مختل المعايير الحقيقة قدرت الدولة المصرية أنها أخيرا تصل للهدنة في قطاع غزة مع الجانب القطري والجانب الأمريكي ويمكن دي مساعي مصرية كبيرة منذ اليوم الأول من اندلاع هذه الحرب لكن الحقيقة الهدنة المرادة أنا بشوفها هي الهدنة الأصعب ويمكن دولة المصرية تولت مسألة هدن طابقة كتير في قطاع غزة لكن المرادة الوضع صعب فزي ما قال صيد رئيس عبدالفتاح السيسي إسرائيل يعني تعدت مسألة أنها تدافع عن نفسها إلى حد الانتقام يمكن وصلت وده شفناه بمشاهد بشعة العالم كله بقى بيشوف الوجه الحقيقي لهذا الكيان الصهيوني الغاشم منذ السابع من أكتوبر بشكل واضح جدا لا يتحمل المزايدة أو لا يتحمل أنه نصف الجانب الفلسطيني بأي صفة كان يتحدث عنها العالم قبل السابع من أكتوبر والحقيقة أنه أحداث السابع من أكتوبر أبرزت الحق الفلسطيني للعالم كله خلينا نتكلم مع حضرتكم أكتر عن الهدنة وما بعد الهدنة وكيف يمكن أن تستمر هذه الهدنة ونصل لهدن متتالية عقب هذه الأربعة أيام مع ضيفنا النهاردة اللي بنورنا في الستوديو أستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بحضرتك ويعني مدى الاستفادة من الهدنة اليوم ودخول الهدنة حيث التنفيذ ويومها الأول والإفراج عن الأسرة الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يمكن سنين سابقة والدور المصري الكبير للوصول لهذه الهدنة اليوم بالفعل اليوم هو يوم تاريخي استطاعت مصر التواصل إلى ربما نتيجة أساسية من النتائج التي كانت تسعى إليها منذ اليوم الأول للحرب وهو خفض التصعيد والتواصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار على أقل تقدير اطلعت مصر بدورها التاريخي فيما تعلق بالتفاوض والتواصل بين طرفي الصراع سواء الفصائل الفلسطينية أو الجانب الإسرائيلي ربما هي الطرف الأكثر ثقة وموثوقية في هذا الأمر ربما لأنها إذا كانت هناك أطراف أخرى وشركاء اطلعوا بدور في هذه الجهود وجهود الوساطة ولكن مصر ربما ما يميزها أنها تمتلك قنوات اتصال ذات ثقة وثقة لدى طرفي الصراع يعني الولايات المتحدة تطلع بدور ولديها قنوات اتصال موثوقة لدى الجانب الإسرائيلي ولكنها ليس لديها هذه القنوات مع الجانب الفلسطيني قطر لديها قنوات اتصال مع الجانب الفلسطيني ولكن ليس لديها قنوات اتصال مع إسرائيل ولكن مصر هي التي تمتلك قنوات اتصال ذات ثقة وثقة لدى طرفي الصراع ولذلك يؤول عليها في مثل هذه الأمور بشكل كبير اطلعت مصر بدورها المحوري والتاريخي منذ اليوم الأول للحرب ظهرت فهما عميقا لمحددات المواقف لدى الأطراف كافة سواء الطرف الإسرائيلي والتبايونات الحادة الموجودة لدى مؤسسات الحكم في إسرائيل كذلك مع الطرف الفلسطيني والفصائل المقاومة وأهدافها من العملية العسكرية طوفان الأقصى وكذلك مع الطرف الأمريكي ومحددات موقفه ومخاوسه من جولة التصعيد الحالية ولذلك نتاجا لكل هذه الجهود استطعت مصر التوصل إلى الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ اليوم بما يتضمن هدنة إنسانية واقفا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام مع الإفراج عن 13 محتجزا لدى الفصائل المقاومة الفلسطينية مقابل الإفراج عن 39 أسيرا لدى سجون الاحتلال الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ اليوم ليس منعزلا عن اتفاق أوسع الاتفاق الذي جاء التوصل إليه يتنسل في عشرة أيام هدنة إذا ما أدى الطرفان التزاما مثل ما حدث اليوم التزاما بمحددات الهدنة ومحددات الإفراج عن المحتجزين والأسرة من الممكن أن يتمدد هذه الهدنة لتشمل أربعة أيام أخرى بما يصل إلى عشرة أيام تتضمن الإفراج عن ما إجماليه هل ده نتاج للضغط على الحكومة الإسرائيلية في مسألة الإفراج عن الأسرة وفشل حكومة نتنياهو بعد 49 يوم من الحرب عن الوصول للأسرة الموجودين المحتجزين لدى حماس وإلى أي مدى يعني شايف هذه الاستجابة من الجانب الإسرائيلي للهدنة اليوم تمثل ربما يعني انفراجة للوضع في غزة يعني مثل ما أشرته مسبقا مصر تدرك حجم التباينات الحادة داخل المجتمع الإسرائيلي تدرك حجم الضغوط الكبيرة التي يمثلها ملف المحتجزين على حكومة نتنياهو حكومة نتنياهو أعلنت منذ اليوم الأول الحرب أهدافا غاية في الصعوبة لحربها على قطاع غزة أي هذه الهدف تحققت إلى اليوم؟ لا لم يتحقق شيء على الإطلاق يعني هي حددت منذ اليوم الأول لعملياتها التي أسمتها السيوف الحددية أن هدفها هو القضاء التام على حركة حماس هذا هدف مقدمة الحرب واسترداد الأسر ضمنت هذا الهدف بعد ذلك يعني الهدف الأول هو القضاء التام على حركة حماس ولكنها أدركت بعد ذلك مع استمرار العمليات أن ذلك الهدف غير قابل للتنفيذ يعني أجرت تعديلات على أهدافها لتتضمن مثلا بدل القضاء التام على حركة حماس ليصبح إنهاء حكم حماس في قطاع غزة ليتضمن الإفراج عن المحتجزين فيه لدى الفصائل المقاومة ولذلك هي لم تستطع كانت تعول على أن يتم الإفراج عن هؤلاء المحتجزين بالآلة العسكرية بعملياتها سواء القصف الجوي أو بعد ذلك عندما طورت هجومها في السابع والعشرين من أكتوبر لتشمل عمليات بريئة كانت تعول على أن هذه العمليات البرئية ستسفر عن التوصل إلى معلومات داخل القطاع للإفراج عن هؤلاء المحتجزين ولكن لم يتحقق أي من أهداف إسرائيل في القطاع تزايدت الضغوط على حكومة نتنياهو من جانب أسر المحتجزين ولذلك هو ما أفضى إلى أن يكون هناك رضوخا إسرائيليا للمطالب المقاومة المقاومة منذ اليوم الأول أن هدفها ربما من احتجاز هذا العدد من المحتجزين هو تبييض ما اسمته تبييض سجون لاحتلال من الأسرة ما حدث اليوم في اتفاقية الهدنة يتضمن الإفراج عن النساء والأطفال إذا ما تواصلت الهدن وتواصل الاتفاق إلى منتهاء سيتضمن إنهاء أو تبييض سجون لاحتلال من كافة النساء والأطفال المحتجزين لديه مقابل الإفراج عن كافة النساء والأطفال لدى فصائل المقاومة ومن ثم هو أحد الأهداف الأساسية للفصائل المقاومة الهدنة كذلك أو اتفاق الهدنة يتضمن هدفا مصريا أساسيا وهو التقويض مخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم الاتفاق تضمن نقطة محورية وغاية في الأهمية وهي أن المساعدات الإنسانية فضلا عن أنها ستتكسف وستدخل إلى قطاع غزة بمعدلات أكبر من الأيام الماضية وهو مشاهدناه اليوم بدخول نحو 137 شاحنة تتضمن الوقود إلى قطاع غزة ولكن لتدخل إلى كامل أراضي قطاع غزة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة وليس فقط في جنوب قطاع غزة الرئيس سيسي أكد اليوم كذلك في المؤتمر الصحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا أن تقام مناطق آمنة في كافة مناطق قطاع غزة وليس فقط في الجنوب بالحديث عن مؤتمر رؤساء وزراء بلجيكا وإسبانيا اليوم والجانب الإسرائيلي وبنيمين ناتنياهو خرجة يعني يعترض على هذه التصريحات بشدة إلى أي مدى الهدنة والتواصل إلى هدنة اليوم يمكن أن يغير الموقف الدولي تجاه ما يحدث في غزة الموقف الدولي ربما تغير بالفعل مع تزايد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة مع استمرار التنسيق والتشاور مع القيادة المصرية بما أسهم في تغير العديد من المواقف إذا ما نظرنا إلى اليوم الأول من الحرب سنجد أن كل المواقف الغربية كانت تتجه إلى الدعم المطلق لإسرائيل فيما وصفته حقها في الدفاع عن نفسها ولكن مع توالي أيام الحرب سنجد أن المواقف ربما تبدلت تدخلت منذ اليوم الأول بعد ذلك إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لنصل إلى اليوم الذي يقال فيه اليوم أعلن جوزيب بوري منصق الشؤون الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي وكذلك أعلن ديفيد كاميرا من وزير خارجية بريطانيا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحقق أمنا إذا لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم هذه هي الرؤية المصرية وهذا هو الموقف المصري ولذلك المواقف الدولية ربما تغيرت بشكل كبير تغيرت كذلك فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين كان الحديث في البداية هناك قبول غربي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم لنصل إلى اللحظة التي أعلن فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يرفض تماما تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ومن ثم المواقف الغربية تغيرت بشكل كبير نجد اليوم رئيس وزراء إسبانيا ربما أبدأ أو قال إنه على استهداد الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة حتى إذا لم يبدي اتحاد الأوروبي موقفا جماعيا من ذلك هذا هو تطور مهم للغاية ومن المرجح أن يستمر هذا التطور بعد انتهاء الحرب السيناريات المطلوبة أثناء أيام الهدنة وما بعدها يعني ما يتعلق بمستقبل الهدنة يتوقف على التزام الطرفين بما اشترطته الهدن اليوم الأول مر اليوم بسلام وفقا للمحدد والمخطط من المتوقع أو من المخطط أن يتم الإفراج خلال الأيام القادمة عن المزيد من المحتجزين لدى فصائل المقاومة مقابل المزيد من الأسرة لدى سجون الاحتلال 13 أسيرا أو محتجزا إسرائيليا مقابل 39 أسيرا لدى سجون الاحتلال إذا ما مد التزم الطرفان وتوصلنا إلى اليوم الرابع لا أي ما تتوقع التزام الجانب الإسرائيلي أتوقع أن يتم الالتزام بتلك الشروط خاصة وأن الطرفين يريدان الالتزام بهذه الهدنة مثل ما قلت مسبقا الهدنة تحقق أهداف الطرفين تخفف الضغط بشكل كبير على حكومات نتنياهو وتعطي فرصة لفصائل المقامة لكي تعيد ترتيب صفوفها لكي تلتقط الأنفاس بعد نحو 49 يوما من القصف المتواصل والجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة ومن ثم الطرفين يريدان أو لديهم النية للالتزام وأنا أتوقع أن تمر الأربعة أيام الأولى على الأقل من الهدنة بما جرى اليوم وبالنسق الذي تم اليوم وده تغيير كبير في وقت شديد الخطورة في القضية الفلسطينية في النهاية شايف كيف يمكن البناء على هذا؟ يعني أظن أن عمليات طوفان الأقصى ربما أسهمت في تغيير كثير من المواقف لدى المجتمع الدولي أعادت وضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي سيتم البناء على ذلك حتما ما حدث اليوم هو أول اختراق حقيقي فيما يتعلق بجولة التصعيد الحالية من المتوقع أن تعقوبه انفراجات واختراقات أخرى ومن المتوقع أن مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لم يعد الحديث عن استئناف حل الدولتين واستئناف العملية السياسية أو مسار السلام ولكن الاعتراف بدولة فلسطين ربما ستنصب الجهود بعد ذلك على مسار الاعتراف بدولة فلسطين سواء على المستوى الدول أو على المستوى المنظمات الأمم المتحدة تعترف بفلسطين بصفة دولة مراقب ولكن ربما قد حان الوقت الذي تعترف الأمم المتحدة في دولة فلسطين دولة كاملة العضوية لدى الأمم المتحدة ومن المتوقع أن تعمل المجموعة العربية على البناء على ما حققته سواء فيما يتعلق بقرار الجماعة العامة لأمم المتحدة المتعلق بوقف إطلاق النار والتصويت الكبير الذي حشده هذا القرار كذلك المجموعة الوزرية التي تشكلت عن القمة العربية الإسلامية والتي تجري زيارات إلى بيكين وموسكو وواشنطن ولندن لتبني على ذلك لتعزيز مصار الاعتراف بدولة فلسطينية المستقلة ومن ثم بعد ذلك سيكون استئناف عمليات السلام في الشرق الأوسط ربما أسهل كثيرا مما مضح صحيح أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد الرازي الباحث بيئة المركز المصري للفكر والدراسة الاستراتيجية شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا كده مشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا يعني بنتمنى بعض السلام والراحة والناس في غزة يخدوا نفسهم كده وتمتد هذه الهدنة لهدن متتالية يعني في انتظار الأيام القادمة أنها تحمل المزيد من السلام لهذه الأرض التي تحترق بحثا عن السلام دايما أشوف حضرتكم على ألف خير